اشتركوا في القناة وبس نحتاجوا بوصلونا واللي بدكية لا نشوف لانه اوقات هايدي كتير العنترية اللي بتسمعها بالبعض يخيطاء مانوش عبقول منجربها انتو ونحن موجودين بالميدان لحد ديت هلأ اذا في اربع فرق في غزة نحن على الاقل في عنا هون ثلاث فرق وسبعين بالمية من القوة الجوية هاي يعني وقائع الاقل بيقولوها الاسرائيليين نحن اذا بدك اكتر من مص الجيش الاسرائيلي ومعه القوات الامريكية نحن مشاغلينهم ونحن في كتير من العمليات الاعتداءات اللي عم تصير لينا مش بس الاسرائيلي الامريكي هو شريك فيها اعتداءات على اي 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 في كل مطرح في لبنان في الجنوب لوجستيا تقنيا باللي بدك اياه عم بيحط الامريكي كل تجربته كل اياتها مع الاسرائيلي بوشنا وبوش المقاومة في فلسطين عم بيحط كل يعني اوقات عم بيجي اللي قاتل بقلب الفلوجة وبقلب الموصة اللي يقعد هو والضابط الاسرائيلي شرح له هونكيف لازم تشتغل هونكيف لازم تشتغل الامر كان اللي بلغوه للاسرائيليين الحل الآن مع لبنان هو حل دوكلوماسي هذا لويد أوستن وزير الدفاع أبلغو للاسرائيليين لماذا؟ لانه الامريكي يعرف ان كل فتح حربه هو الامريكي لانه اذا فتح حرب معنا يعني نحنا شو بنعمل يعني رح نتفرج علاه يعني برايك ما الذي ينتظر يعني ما الذي ينتظر الكيان والامريكي في حال تدحرجت الامور الى مواجهة شاملة غلا تشوف بال بالتلاتة وثمانين لما كانت نيوجيرسي هون هيك نحنا صدقات وزمالة وشباب انا بعرف انه لو لم تتراجع نيوجيرسي امق البحر وبعدين تسحب لك كانت ستغرق لك كانت ستغرق كانت ستغرق والحمد لله انه اللي كانوا عم يشتغلوا هيدا الموضوع وقتا لا يزالون على قيد الحياة وبعدهم بمهارة اكبر لذلك منهم نحنا لسنا دعاة حرب بس اذا في حدا بده يهدد بالحرب بده يتحمل نتائجه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر